من سالم ابن سعد الطويل أخوكم من الكويت إلى أخواني وأهلي وأحبابي في الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا نداء من القلب رحمة بكم وحبا لكم لقد بلغني أن بعض الناس ينظم مظاهرات ليوم الجمعة من الشهر الحالي في الثاني والعشرين من الشهر الثاني لعام تسعة عشر والفين ضد ترشيح الرئيس وفي الحقيقة أخواني الكرام هذه المظاهرات لا تأتي بخير والسعيد من اتعظى بغيره والشقي من اتعظى به غيره فاتقوا الله في أنفسكم وفي بلادكم وفي ماءكم وفي أعراضكم الصبر 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 يا عباد الله يا أخواني هذه الفوضى لا تنفع أحدا وإنما تنفع شياطين الإنس والجن إياكم والتنافس الذي يفضي إلى فتن إلى سفك الدماء فإن الشيطان يأس أن يعبده المصلون ولكن رضي بما دون ذلك رضي بالتحريش بينهم فلا تتنافسوا على الدنيا فتخسروا الدنيا والآخرة الأمن خير لكم الشيطان يخطو بكم خطوة بعد خطوة والله جل وعلا يقول ولا تتبع خطوات الشيطان فما من فوضى ولا فتنة وقعت إلا وبدأ الشيطان وأوحى إلى الناس أن يفعلوا كذا وكذا ثم يتطور بهم حتى تقع الفتن العظيمة فقد يقول شيطان الإنس أو الجن أن هذه مظاهرات سلمية لكن في الحقيقة هي خطوة إلى الفساد إلى الاضطهاد إلى السجون إلى سفك الدماء إلى التشريد فاتعظوا بغيركم بارك الله فيكم حفظ الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اكثروا من الدعاء نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين